مدبولية ترأس اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة وملف توليد القمح على رأس الأولويات القوات المسلحة تنفذ عددا من التدريبات المشتركة بالسعودية على وقع استمرار الأزمة الأوكرانية ألمانيا تعلن أن واردات النفط الروسي سوف تنتهي بحلول نهاية عام 2022 السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته السادسة والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد وعدد من ممثل شركات العالمية والمصريين بالخارج وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى مصر في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعية وتعطيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة استثمرت مئات مليارات من الجنيهات لخلق بنية أساسية قوية من شبكة طرق قوية وشبكة موانين بحرية وجافة ومناطق لوجيسية وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تحركت كذلك في مجال تهيئة مناخ الأعمال من خلال تعديل العديد من تشريعات وإطلاق تشريعات جديدة يصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار الدولة المصرية استثمرت وهذه الاستثمارات بمنتهى الأمانة لم يكن أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر أنه يعملها فكان البديل قدامنا لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنية الأساسية اللي تخلينا النهاردة وإحنا قاعدين بنتكلم إحنا ممكن نعمل كذا آه قادرين نعمل كذا عندنا الطاقة الكهربائية اللي تمكننا من ذلك عندنا الشبكة اللي موجودة عندنا أراضي صناعة مرفقة وعندنا مجمعات صناعية جاهزة لو حب أي مستثمر كبير أو صغير أنه يدخل ويطلب أنه هو يشتغل عندنا هذه الأماكن الجاهزة كان لازم نتحرك في تهيئة منخ الأعمال وكان عندنا مجموعة من التشريعات اللي ذكرت أنك لازم تتعمل لها ياما تشريعات جديدة أو التشريعات يتم تعديلها وهذا هو اللي قمنا به وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصانع عشر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى التوجهات الصادرة بتولي هيئة تنمية صناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر على أن تصدر رخصة في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من عشرين يوم عمل وعشر مدبولي إلى أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها سعيا من الدولة لتقديم المزيد من التسيرات بما يسهم في تعميق الصناع الوطنية اتحركنا مؤخرا في موضوع الأراضي كان دايما هناك شكوى طب أنتوا بتطرحوا الأراضي بس أليت الطرح ما بتمكنناش كمصنعين حقيقيين أن احنا نحصل على الأراضي اللي احنا محتاجينها في الأماكن اللي احنا عايزين طلعنا قرار أن احنا هيبقى الأراضي أساس إتحتها موضوع حق الانتفاع أو شرى الأرض أو بيع الأرض ولكن أساس التسعير في كل التوجهين سعر المرافق فقط لغير مع تيسيرات في السداد عشان أشجع المصنعين أن هما يحصلوا الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع بس بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل في أسرع وقت ممكن موضوع الموافقة وكانت دي دائما أن الشكوى من الحصول على العديد من لابد عشان نعمل مصنع أنا عايز محتاج كعب داير ألف على أكتر من جهة في الدولة علشان أن أنا أحصل على الموافقات بتاعتي أصدرنا التوجهات أن الكلام دا كله يتم من هيئة التماني الصناعية وهي اللي تبقى ملزمة بعد كده أنها تجيب كل الموافقات بتاعة باقي الجهات كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأزمات العالمية المتعاقبة لم تجعل أمام القرى الأفريقية خيارا سوى تسريع وطيرة التكامل القرية واستغلال مقدراتها ومواردها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء بمفاوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية ألبرت موشانجا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حنان مرسي وعدد أيضا من رجال الأعمال الأفارقة والخبراء وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي بدأت فعاليته بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع شدد مدبولي على أهمية الإسراء في بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بالقارة الأفريقية للتعرف على الفرص المتاحة والاحتياجات المطلوبة بين الدول الأفريقية وتنفيذ شبكة طرق تربط بين الدول الأفريقية كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف توريد القمحة هو الأهم حاليا وكل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة واجه مدبولي بتدليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين مشددا على أن يتم تعامل بحسم مع عمليات الامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح وخلال الاجتماع تطرق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بطباطئ الاستجابة لشكاوى المواطنين موجها بإرسال تقرير دوري له شخصيا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة اشتركوا في القناة وينضم إلينا مشاهدين الكرام هاتفيا الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة أهلا بك دكتور بحضر بك إذن رئيس الوزراء ترأس اليوم اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة وكان ملف توريد القمح على رأس الأولويات من أجل تحقيق الأمن الغذائي ما هو تعليق حضرتك؟ طبعا يعني الأول أشكر حضرتك والحالة ملف الأمح ده واحد من أهم الملفات اللي بتولي الدولة المصرية اهتمام كبير طبعا شوفنا اهتمام بزيادة نساحة المزارعة في الأمح تحفظ المزارعين من خلال زيادة سعر التوريد وأيضا وضع حافظ للتوريد فالحقا كل دي كانت إجراءاتنا في زيادة الدولة المصرية كمان نحن بالنسبة للتوريد في الأمح نحن طبعا محصول الأمح من المحاصيل بتاخد يعني مزارع الأمح بيخصلوا على دعم الأسماء ده فالحقا جهود الدولة في هذا السياق كبرة جدا أيضا الدولة بتشتري الأمح تقريبا الكيلو بيوصل لحوالي 6 جنيه الكيلو ده بينتك تقريبا عشر تلغيفة فإحنا بنتكلم أن ده بيعود مرة أخرى للفلاح مر بشكل تاني أو للمزارع بشكل تاني أو للمواطن المصر بشكل تاني تقريبا سعره ما بتجواش مص جنيه فكل تكلفة بتحملها الدولة هدف من ده أن نحن نوفر مزيد من الأمن الغذائي لمواطن المصر ونحقق مزيد من الاكتفاق دي الحياة بجود كبيرة بتنفذها الدولة المصرية مع طبعا حرص الفلاح المصري على التوريد أكيد هنقدر نحن نحط مزيد من الأحتيات الاستراتيجية الموجودة عندنا وطبعا تم زيادة الساعات التغذينية احنا بقدرنا نوصل لأكتر من خمسة ديونطن ساعات تغذينية عشان يكون عندنا احتيات استراتيجية كميات كبيرة وبالتالي يلبي احتياجات المواطنين إن شاء الله ده يحقق مزيد من الانتاجية ومزيد من التطور في عمل الانتاج للقمح بإذن القمح نعم طيب دكتور يعني في إطار التأكيد أيضا على أن ملف توريد القمح هو الأهم حاليا كيف يمكن إذن للدولة أن تتعامل بحسم مع هذا الملف لمنع أي تلاعبات طبعا الحياة فيه قرارات منظمة صدرت من الجهات المعنية طبعا نجار التموين من ضمن هذه الجهات لأصدار القرارات لأحداث مخالفة تموينية لمن يقوم بالتوريد التموين وضع ضوابط لعملات نقل الأقمح للصوامع وكمان بتحدد من يحق لها النقل والإجراءات المنظمة لهذا الأطفال في الحالة الهد كبيرة تم تنفذها وأكيد هيكون فيه إجراءات صارمة ضد كل من يتلاعب نحن نتكلم على لقمة عيش المواطن المصري وأكيد مش هيكون فيه مسموح أبدا أن يكون فيها أي نوع من أنه على التلاعب أو أي تأثير على صحب سلامة وتوفير الغذاء بالمواصل نعم إذن نشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد قرش متحدث باسم وزارة الزراعة كنت معنا في نشرة السابسة واصلت الوحدة دائما لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء عقد اجتماعتها حيث ترأست مساعد أول رئيس مجلس الوزراء راندل منشاوي الاجتماع الثاني للوحدة التي تم تشكيلها بقرار من رأسة مجلس الوزراء لمناقشة واستعراض سبل إزالة المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول فورية لها وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه وجار العمل على إتاحة منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين تمهيدا لعرضها على المجلس مع تكوين مجموعة عمل مخصصة لتعامل مع ما يرد عن طريق المنظومة هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعريفه بمهام الوحدة ودورها في تعامل الفوري مع مشكلات المستثمرين سواء المحلين أو الأجانب وآليات التواصل مع الوحدة في إطار النشاط المكثف لديبلوماسية البرلمانية المصرية في كافة المحافل الدولية والإقليمية ينظم مجلس نواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة أيضا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسي مجلس نواب أعمال المؤتمر العالمي الثامن البرلمانيين الشباب ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السادس عشر من شهر يونيو المقبل بحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى حيث يتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة قضية تغير المناقع والذي حرص مجلس نواب المصري على إدراجها كقضية عالمية ومناقشتها أيضا في إطار البعد البرلماني العالمي ترجمة نانسي قنقر انطلقت فعليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر خمسة والذي تجري فعلياته بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر ويستمر لعدة أيام بمشاركة القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن والجبوت والسودان واليمن وتتضمن مرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر وقوات المشاركة كما يشمل التدريب أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لإسقل المهارات وتبادل الخبرات بين قوات المشاركة بالتدريب وفي سياق متصل انتلقت فعليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 وذلك بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي والذي تستمر فعلياته لعدة أيام بالسعودية وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوي مشترك وتنفيذ عدد من طلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكل الجانبين وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين قوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وأيضا التعرف على كل ما هو جديد في أسليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تامونية بمضبطات بلغت أكثر من 149.5 طن لمواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 222 طن لمواد غدائية وغير غدائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لسلع الغدائية فقد تم ضبط أكثر من 127 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 614 قضية من بينها 282 قضية خبز ناقص الوزن و188 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 185 طن أقماح محلية استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلامين الأفارقة لمشاهدة مرافق ومنشآت الأكاديمية وبرامجها التعليمية والأمنية لإعداد الكوادر الأمنية محليا وإقليميا ودورها في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية وقد أشهد بما شاهدوه من التطور المصري في إعداد الكوادر الأمنية في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية استقبلت أكاديمية الشرطة 29 إعلاميا يمثلون 22 دولة أفريقية للاطلاع على دور الأكاديمية كأحد الصروح الأمنية التعليمية المتميزة في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا وإسهمتها الفاعلة في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية الزيارة تأتي في إطار برنامج سنوي بتنظمة الوكالة لكبار الصحفيين والأالمين الأفريقية في إطار دعم علاقات التواصل بين مختلف الدول الأفريقية والتعرف على التحديات المشتركة ومناشتها وصب المواجهتها التعاون مع الدول الأفريقية قائم مع الحقيقة أكاديمية الشرطة منذ تمانينيات القرن الماضي من خلال تنظيم برامج سنوية ودورات تدريبية في مختلف المجالات شاهد الوفد جانبا من الدورات التدريبية لعدد من الكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحث الشرطة في مجالات الأدلة الجنائية والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة ومكافحة الإرهاب ضمن سلسلة الدورات التدريبية الممتدة والتي تعقد لتلك الكوادر في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها الأمنية للنهوض بالعمل الأمني في الدول الأفريقية سلسلة الدورات التدريبية الممتدة الممتدة ما في وجه است tentar الأخرب إلى من الغد في دورات التدريبية الممتدة 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 في والكتراني alright وأعني الإ crecاون كم م Litاني العالمي اسنت 솔직히 مع importante combattabilist invisshiftري ويجب أن أشكر في المنزل المجتمع في المنزل المصدرات في المنزل المحلات ويجب أن يدعونا من أجلال أن نحن فرصتح لنا بإمكانك المنزل المترجمات وأنا أريد أن أعطيق الأجيب التعليمات على المنزل المترجمات للمجمع أن أكون هنا في أجيب تتعليم كل هذه المترجمات كما تعرف الوفد خلال جولة قام بها بأكاديمية الشرطة على كيانات الأكاديمية ومنشآتها التعليمية والتدريبية وأحدث البرامج التي تطبقها في مجالات التدريب العملي لتأهيل وإعداد ضابط شرطة عصري مؤهل وقادر على مواجهة المستجدات الأمنية موسيقى 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 ويقولونهم من أجل المدارات تجمع هنا في هنغارب في أجيبت في مدارات الأمور في مدارات الأصبوات نحن نتكلم بشكل كامل في كل المدارات على أجل تدريبات والتأهيل لتدربات الشرطات على المكافحة الأرهاب وحفظ السلام نحن نشكر جدًّا لجدًا لجدًا لجود في هذه المدارات نحن نشاهدهم لجدًا لجدًا لتدريب ويجبت إعلاميون أفارقة تمثل زيارتهم لأكاديمية الشرطة أهمية كبيرة لنقل التطور الكبير في منظومة إعداد رجال الشرطة المصرية إلى بلدانهم خاصة مع فتح المعاهد التدريبية أمام الأشقاء الأفارقة للاستفادة من إمكاناتها التعليمية والتدريبية لإصقل مهاراتهم وتحقيق الاستقرار في بلدانهم فمصر دائما ما تمد يد التعاون إلى الأشقاء الأفارقة عبدالله بركات التلفزيون المصري شارك وزير الخارجية رئيس معين للدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ والذي يعقد بالعاصمة السويدية ستوك هولم وألقى شكري كلمة خلال الاجتماع أبرز خلالها ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ تعهدات المناخ واتفاق باريس لتغير المناخ وأوضح شكري خلال كلمته ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز عمل المناخ الدولية وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاتات بجانب بحث الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ كما أكد شكري حرص مصر على التواصل بفاعلية مع شط الأطراف المعنية بعمل المناخ وذلك للإسهام في نجاح دورة المقبلة لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ وعلى هامش المشاركة في الاجتماع الوزري السادس حول عمل المناخ منعقد بالسويد التقى وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس المعين وهو الرئيس المعين للدورة السبع والعشرين المؤتمر الأطراف اتفاقية الأم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التقى ووزيرة المناخ والبيئة السويدية حيث بحث أهم الملفات المتعلقة بمشكلة تغير المناخ إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التكيف مع المتغيرات المناخية قال وزير الخارجية سامح شكري أن عام 2022 يعد عاما استثنائيا في تاريخ مصر حيث يشهد مرور قرن على حصول مصر على حقها في الاستقلال بموجب تصريح 28 فبراير من عام 1922 وقد كان لخطوة الاستقلال نتائج هامة تمثل أهمها في إنشاء وزارة الخارجية وخلال كلماته بمناسبة احتفال جامعة عين شمس بمئوية وزارة الخارجية أضاف شكري أن هناك قواسم حضارية مشتركة مع جامعة عين شمس التي تفتخر باستضافتها لهذه الاحتفالية لعل أهمها قصر الزعفرانة المقر الحالي لرئاسة جامعة عين شمس الذي كان من أوائل المقار التي استضافت وزارة الخارجية المصرية يشرفني بمناسبة مئوية وزارة الخارجية أن أشارك في الاحتفال الخاص بها بجامعة عين شمس ذلك الصرح الأكاديمي العريق الذي يلتقي مع وزارة الخارجية في إرث تاريخي وقواسم حضارية مشتركة لعل أهمها قصر الزعفران المقر الحالي لرئاسة الجامعة والذي كان من أوائل المقار التي استضافت وزارة الخارجية المصرية وكان هذا القصر أيضا شاهدا بشموخي على إقرار مثاق جامعة الدول العربية بين أروخته عام 1945 كما أعتز شخصيا بما قضيته من سنوات أربع طالبا في كلية الحقوق بجامعة عين شمس التي تخرج في كلياتها المختلفة أجيال متعاقبة من أبناء هذا الوطن العظيم سهموا في رفعاته والزهارة استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون رئيس مجلس النواب اللبناني استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ونائبه وعضائه أتمكتب المجلس وآخرة اللقاء قال الرئيس اللبناني أنه يتمنى أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في إنقاذ لبنان فاز نبيه بري برئاسة مجلس النواب اللبناني لأربع سنوات مقبلة من الجولة الأولى بالأغلبية المطلقة حيث حصل على 65 صوتا من بين 128 جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية التي عقدها المجلس الجديد اليوم ويأتي فوز بري برئاسة مجلس النواب للمرة السابعة على التوالي وكانت المرة الأولى في أكتوبر عام 1992 أكد الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية العلاقات المصرية العراقية وضرورة العمل على رفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقبالي السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل الذي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس العراقي ونقل أيضا دعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي قد اكتشف جثث 152 مقاتلا أوكرانيا في مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبل في جنوب شرق أوكرانيا وأعربت وزارة الدفاع عن استعداد روسيا لتسليم كييف جوتة المقاتلين مشيرة إلى أن موسكو لم تتلقى أي طلب من كييف لاستعادة هذه الروفات وكان آخر المدافعين الأكرانيين عن ماريوبل المتحاصنين في مصنع الصلب الضخم في أزوفستال قد استسلموا للقوات الروسية في العشرين من مايو بعد قتال عنيف استمر لثلاثة أشهر أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السمية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين بأوكرانيا إلى 8900 ما بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية وذكرت المفوضية في بيان لها أنه تم تسجيل 4074 قتيلا بالإضافة إلى 4826 مصابا وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفكيرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية التقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية استبعد رئيس الأمريكي جو بايدن تسليم أوكرانيا أنظمة قادفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كيف بالحصول على هذه الأسلحة هذا وقد حثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أطول مدى حتى تتمكن من قلب موازين المعارك التي دخلت إلى شهرها الرابع قبل أسبوع المزيد في سياق التقليل التالي خطوة أمريكية إلى الوراء هكذا فسر أعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع بلاده عن تسليم أوكرانيا أنظمة قادفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ الأراضي الروسية رغم المطالب المتكررة من كيف للحصول على هذه الأسلحة قرار رئاسي قطع الشك باليقين فيما يتعلق بمسألة الدعم العسكري الأمريكي للحليف الأوكراني في ظل تقارير أعلامية كانت تتحدث عن اقتراب واشنطن من تسليم كييف أنظمة قادفات صواريخ متعددة بعيدة المدى وذلك بعد موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار وذكرت التقارير أن من بين الأسلحة المزمع تزويد الجيش الأوكراني بها قادفات من طراز M270 وهي آليات حديثة يسهل نقلها ويبلغ مداها 300 كيلو متر كما درى الحديث عن نظام يسمى هيمار يبلغ مداه 150 كيلو مترا وهو أبعد بكثير من قاذفات الصواريخ M777 التي تسلم إلى كييف حاليا ولا يتجاوز مداها الفعلية 40 كيلو مترا وحثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أطول مدى حتى تتمكن من قلب موازين المعارك التي دخلت شهرها الرابع قبل أسبوع وتواجه القوات الأوكرانية حاليا صعوبات في دونباس حيث يتركز الهجوم الروسية حول مدن أساسية وتقدمت القوات الروسية نحو وسط سيفيروناتسيك التي تتعرض للقصف منذ أسابيع أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جازب بوريل أن فصل مزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي سوف يؤثر على الاقتصاد الروسية وأضاف بوريل أن الانفاق الأوروبي على حضر النفط الروسي يعد حلا مقبولا وفي تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى مقارن عقاد المجلس الأوروبي أوضح بوريل أن الاتحاد لديه خطة لحضر 90% من واردات النفط الروسية ضربة أوروبية تستهدف حرمان روسيا من مصدر تمويل ضخم لعملياتها العسكرية في أوكرانيا هكذا جاء قرار دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسيل بخفض الواردات من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أوضح أن قادة الاتحاد اتفقوا على فرض حضر تدريجي على واردات النفط الذي تصدره روسيا عبر السفن ووافقوا في الوقت نفسي على منح إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر قطوط الأنابيب وذلك إرضاء للمجر التي هددت باستخدام الفيتو ضد هذه الحزمة من العقوبات الأوروبية على روسيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد سيبحث في أقرب وقت ممكن توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل صادرات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب لدول التكتل من جهتها تعهدت ألمانيا وبولندا بوقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب دروكبا مما يرفع كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام إلى 60% وتعد حزمة العقوبات الأخيرة هي السادسة ضد روسيا وهي ثمرة مفاوضات مضنية استمرت شهرا وتشمل أيضا إدراج 60 شخصية إضافية على القائمة الأوروبية السوداء إضافة إلى موافقة دول الاتحاد على إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية من بينها سبيربانك أكبر بنك في روسيا في خطوة يعول الأوروبيون عليها لزيادة عزة النظام المالي الروسي رحبت أوكرانيا بالحضر الجزئي لوردة النفط الروسي الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أنه سيلحق الضرر بالاقتصاد الروسي ويضعف قدرة موسكو على تمويل العملية العسكرية وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها تتوقع أن تخسر روسيا بحلول نهاية العام الحالي ما يصل إلى 90% من صادرتها النفطية لأوروبا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن بلاده تضمن مرور السنف المحملة بالحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية إلى بحر متوسط إذا ما حلت أوكرانيا مشكلة إزالة الألغام من المياه الساحلية وخلال مؤتمر صحفي مع نظير البحريني عبداللاطيف بن راشد الزياني أكد لافروف أن روسيا بدلت كل ما في وسعها لحل مشكلات الغداء في العالم تحدثنا عن الإجراءات التي تتخذها روسيا لمدة لأكثر من شهر مضى وحول الحصول على عبور لهذه السفن الأوكرانية التي موجودة ضمن حصار في تلك المنطقة في المياه الأقليمية الأوكرانية والتي تم تلغيمها إذا تم حل مسألة نزع الألغام ويمكن أن نقول للزملاء الغربين القلقون بأنه روسيا يمكن أن تضمن عبور هذه السفن من دون أي عوائق وصولا إلى البحر المتوسط ومن ثم إلى وجهتها أعلنت شركة جاس بروم الروسية أنها سوف تقطع تدفقات الغاز إلى شركة أورسيت الدنماركية وإلى شركة شال أنرجي لعقدها لتوريد الغاز إلى ألمانيا بعد أن امتنعت الشركتين عن الدفع بالروبل وأضافت جاس بروم أن قطع التدفقات سوف يسري من أول شهر يونيو المقبل قد قطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبرغاريا وفنلندا وهولندا التي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حساب بالروبل لدى بنك الروسي في إطار نظام تسوية المدفوعات قال المستشار الألماني أولاف تشولدس أن بلاده متمسكة بهدفيها لأن تصبح مستقلة عن واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الحالي مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن خيارات التعامل مع مصفات تشفيط النفطية جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للمستشار الألماني بعد قمة معقادة الاتحاد الأوروبي في العصمة البلجيكية بريكسل تواجه ألمانيا أكبر موجة تضخم منذ خمسين عاما وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية وقالت وكالة الإحصاء الألمانية أن أسعار السلع الغذائية قد ارتفعت بنسبة 11% خلال شهر مايو الجاري ألمانيا أحد أكبر الاقتصادات العالمية تواجه موجة تضخم غير مسبوقة عبر تاريخها بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الألمانية أظهرت أن معدل التضخم في البلاد ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 7.9% وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة هم السببين الرئيسيين لهذا المستوى القياسي من التضخم غير المسبوك وذلك منذ 50 عاماً وسجلت تكاليف الطاقة ارتفاعاً بنحو 38% خلال الشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 11% ويعد هذا أعلى مستوى من التضخم تسجله ألمانيا منذ إعادة توحيدها وهو مستوى مشابه لما سجل بين عامي 1973 و 1974 عقب أزمة النفط العالمية مستويات التضخم المرتفعة في ألمانيا أثرت على قدرة المستهلكين على الشراء وبالتالي أضعفت القوة الشرائية هذا وتخطط السلطات الألمانية لسلسلة إجراءات وسياسات لمحاولة تخفيف الأعباء على المستهلكين وبخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وقد يتضمن ذلك إصدار بطاقات شهرية للنقل العام خلال الفترة بين يونيو وأغسطس القادم ومنح خصومات في محطات الوقود قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف بسبب الشحي في أسواق النفط كما حضر بيرول من أن أزمة الطاقة الحالية أكبر بكثير من صدمات النفط في السبعينيات مؤكدا أنها ستدوم لفترة أطول أعلن مكتب الإحصاء النمسوي ارتفاع معدل تضخم في النمسا خلال شهر مايو الجاري بنسبة 8% مقابل 7.5% في شهر أبريل الماضي وذلك في أعلى قيمة له منذ سبتمبر عام 75 وقال رئيس مكتب الإحصاء النمسوي توبياس توماس قال إن المحركات الرئيسية للتضخم هي ارتفاع أسعار الطاقة والوقود مقارنة بالشهر السابق مشينا إلى أنه في الخريف القادم هناك توقعات بخطر حدوث فوضى في إمدادات الغاز حذرت الأمم المتحدة ووكلات الإغاثة الإنسانية من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة في منطقة القرن الأفريقي مع احتمال طول أماد أسوأ جفاف في أكثر من 40 عاما وتحوله لخمس موسم على التوالي من نقص أمطار وقد ذكرت الوكلات أن موسم الأمطار بين مارس الماضي ومايو الحال يبدو الأكثر جفافا على الإطلاق على الأرجح مما يتسبب أيضا في تدمير سبل المعيشة وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية بما في ذلك خطر المجاعة قال رئيس الوزراء الماليزي إن في تصريحات له عفوا مشاهدين نتحول إلى خبر آخر ارتفع معدل تدخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في مايو ما يشكل تحديا لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن زيادات التدريجية في أسعار الفائدة بدءا من يوليو ستكون كافية لكبح نمو الأسعار المرتفع وقد تسارع التدخم في منطقة اليورو ليصل إلى 8.1% في شهر مايو من 7.4% في شهر أبريل متجاوزا التوقعات عند 7.7% مع استمرار نمو الأسعار وقد ارتفعت الأسعار بشكل حاد في جميع أنحاء أوروبا خلال العام الماضي وذلك بسبب مشاكل سلسلة التوريد بعد وباء كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية كوريا الجنوبية تضع جدر القرد في المستوى الثاني من الأمراض المعادية قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن احتواء انتشار جدري القرد تماما مضيفة أن هدفها هو وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر إلى أخصى حد ممكن وأضفت منظمة الصحة العالمية أنه من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة على التفشي ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية متاحة على الفور أو على نتاق واسع للدول قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وضع جدر القرد في المستوى الثاني من بين المستويات الأربعة في تصنيف الأمراض المعدية حيث ينتشر جدري القرد بسرعة في جميع أنحاء العالم على الرغم من أنه لم يتم رصده بعد في البلاد وأوضحت الوكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلا أنها لا تستبعد احتمال تدفق فيروس جدري القرد في ظل الزيادة في الصفر الدولي على خلفية تخفيف قواعد كورونا وفترة حضانة فيروس جدري القرد وقد خفضت كوريا الجنوبية مستوى انتشار مرض كورونا من أعلى المستوى إلى المستوى الثاني شهر الماضي حيث أظهر الوباء على ماتل انحسار أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد داعا للخوف أو القلق في الوقت الحالي من أن يتحول انتشار جدري القرد خارج القارة الأفريقية إلى جائحة هذا ومنذ أن أعلنت بريطانيا في السابع من شهر مايو الماضي تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس تم إبلاغ المنظمة بما يقرب من أربعمائة إصابة في نحو عشرين دولة لا يظهر فيها عادة هذا النوع من الأمراض بعد أن خفت موجة جائحة كورونا في العديد من الدول يعيش العالم مترقبا تطورات انتشار جدري القرد بعد رصد إصابات في نحو عشرين دولة منظمة الصحة العالمية وفي رسالة طمأنة قالت أنه لا يوجد أي خطر في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار الفيروس خارج القارة الأفريقية إلى جائحة وبحسب المنظمة العالمية يعتبر جدري القرد الذي تم اكتشافه في عام 1970 في الكونغو الديمقراطية مرضا فيروسيا نادرا ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وتماثل أعراض إصابة الإنسان به أعراض الإصابة بالجدري ولكنها أكثر شدة وفي السابع من مايو الجاري ومنذ أن أعلنت بريطانيا تسجيل أول إصابة مؤكدة به تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بما يقرب من أربعمائة إصابة في نحو عشرين دولة لا يظهر فيها عادة هذا النوع من الأمراض إذن هو ترقب عالمي حذر لما سيقول إليه انتشار الفيروس الجديد القديم الذي يثير قلق العالم وإلى البرازيل حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها البلاد إلى 91 قتيلا وأشارت السلطات إلى أنه مازال هناك أكثر من 20 شخص على الأقل في عداد المفقودين يأتي هذا بينما ضرب أعصار أجهة ساحل جنوب المكسيك على المحيط الهادئ مصحوبا بأمطار غزيرة ومقاطر وقوع فيضانات مع اعتجاه العاصفة نحو الشمال الشرقي غضب الطبيعة يوصل اكتياحه لعدد من دول أمريكا الجنوبية مخلفا قتلى وجرحى ودمارا ضخما في أنحاء وسعى من دول القارة في شمال شرق البرازيل أعلنت السلطات مصر على المئات ونزوح ألاف الأشخاص وفقد العشرات من جراء الفيضانات وعززت السلطات البرازيلية حالة التأهب من مخاطر الانهيارات الأرضية التي لا تزال مرتفعة خاصة مع استمراره طول الأمطار وإن كان بدرجة أقل من السابق في الوقت نفسه كثفت السلطات المكسيكية من جهودها لإزالة الحطام وفتح الطرق السريعة التي أغلقتها الانهيارات الطينية على طول الساحل الجنوبي الذي اكتاحته العاصفة أجاثة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية كوارث طبيعية ومناخية تغزو دول العالم حدد بالخبراء للتحذير من انهيار النظم البيئية داعينا إلى مزيد من الجهود لإنقاذ ملايين الأرواح كل عام مع اتخاذ مزيد من الإجراءات لتفادي تدهور النظم البيئية وحدوث الصدمات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي وانتشار التلوث شارك القنصل العام لمصر في بور سودان سمح فاروق شحاتة في الاحتفال الخاص بمراسم تسليم شحنة مساعدات طبية مقدمة من مصر إلى مستشفى الأطفال بولاية البحر الأحمر السودانية تشمل أدوية ومستلزمات طبية للأطفال وقد أكد القنصل العام على حرص مصر على توطيد العلاقات مع كافة أبناء السودان بما فيهم أبناء ولاية البحر الأحمر في ضوء الروابط المشتركة والعلاقات الممتدة بين جانبين مجانبه أعربا والي ولاية البحر الأحمر السودانية بالإنابة عن الشكر والتقدير لمساعدات المقدمة من مصر مثنيا على التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام يتجدد الاحتفال بعيد الإعلاميين وعلى مدار تاريخه لعب الإعلام دورا كبيرا ومفصليا في الكثير من الأحداث موسيقى 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 وملأ مشاهدينك كرام فنتحول إلى أخبار الاقتصاد الأخبار الاقتصادية لدى مصافة ميزار شكرا إيمان وشكرا أمينة أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة موسيقى أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الموزنة المفتوحة لبيانات المالية العامة الصادر عن منصة البرومتر العالمي وأشر المركز إلى أن منصة البرومتر عبارة عن منصة تضم المؤسسات الإقليمية وتسعى لتقييم لمدى توافر البيانات والحوكمة كما يقيص المؤشر حالة البيانات في 109 دول حول العالم وتعتمد عليه المؤسسات الدولية لتقييم حالة الاقتصاد باعتباره مؤشرا قويا يعكس درجة الاستثمار الآمن في الدولة وقعت وزيرة التعاون الدولي راني المشاط مع الجانب البولندي اتفاق التعاون الاقتصادي بموجبه يتم عقد اللجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبي بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين المصر وبولندا وقد قالت الوزيرة وزيرة التعاون الدولي في هذا الاطار قالت انه في اطار التطور الكبير في العلاقات المصرية البولندية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيدا على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والذي بموجبه ستنعقد اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي عقب توقف دام لتسعة وعشرين عاما بما يفتح المجال لمزيد من آليات وأدوات التعاون المشترك لدعم مجالات التنمية المشتركة أكدت وزارة البترول والثورة المعدنية ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بثمانية وتسعين في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى ثلاثة فاصل تسعة وثمانين من مئة مليار دولار وقد أشرت الوزارة في هذا الصدد إلى أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام واحد وعشرين لتصل إلى ثلاثة فاصل تسعة من عشر مليار دولار مقابل نحو أربعة مائة وستة وخمسين مليون دولار خلال عام الفين وعشرين إلى البورصة المصرية وفيها أنهت المؤشرات تعاملات منتصف جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للجلسة الثانية على التولي وفيها ارتفع رأس المال السوقي بنحو اثنين وثلاثة من عشر مليار جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وخمسة وستين وثمانية من عشر مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى عشرة ألاف ومئة وتسع نقاط وكان هذا سعر الفتح وبالنسبة لسعر الإغلاق الذي وصلت قيمته عند ارتفع بنسبة أربعة من عشر في المائة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 1737 نقطة وأغلق عند مستوى 1744 نقطة مرتفعا بنسبة 38 من مئة بالمئة كما فتح مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 2614 نقطة محققا أعلى قيمة ب2633 والقيمة الأقل عند 2614 نقطة مرتفعا بنسبة 28 من مئة بالمئة أغلقت معظم أو أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج الارتفاعات وتماشيا ذلك مع أسعار النفط وقد تفوق فيها مؤشر أبو ظبي على بقية المؤشرات في المنطقة وصعد مؤشر أبو ظبي بـ 1.6% مقتربا من ذروة سجلها في إبريل أهلا بكم مشاهدين كرام مجددا في السادسة حيث يخشى مربو الخيول العربية في سوريا من أن يضطروا إلى كبح جماح تقليدهم القديم في تربية الخيول بسبب الأزمة السورية الممتدة نحو عشر سنوات وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 650 جواد عربيا في شمالية غرب البلاد نزولا من 8500 جواد عام 2011 بأناقة وجمال تتجول هذه الخيول العربية الأكثر رواجا في العالم في استبلات مربي الخيول نايف السيد الذي تعلم كيفية تربيتها من ولده لكن بعد أكثر من عقد على الأزمة في سوريا أصبح من الصعب للغاية على هذا الرجل أن يعطي خيوله الرعاية الأساسية نحن من الأساس مربي خيل أبا عن جد ونقطعت فترة وبعدين نحن الحمد لله مش الحال ورجعنا تراثنا القديم للخيل وشيء متعب في تربية الخيل بالنسبة للعلف والطب والعلاج والأمور هاي القصف المتكرر والغراط القوية شمال غربي البلاد جعل من الصعب العثور على طبيب بيطري لفحص الخيول والاطمئنان على حالتها في هذا السياق يقول أحد الأطباء البيطريين أنه اضطر إلى استخدام الأدوية البشرية لإنقاذ بعض الخيول عانينا الكثير في تربية الخيل بالأخص يعني باليختص فينا نحن صحيا صحيح أن يوجد لدينا شح كبير بالنسبة للأدوية واللقاحات والأمصال والأدوات البيطرية لتحتاج إلى معالجة الخيول بسبب هذه الأوضاع الصعبة التي مرينا فيها يعني ممكن فقدنا جزء كبير من الخيول النادرة يعني في بعض الأحيان نستعين بالأدوية البشرية والأدوية المختصة في المشترات والحيوانات الصغيرة من أجل أن نعالج هذه الحالات وتقول إحدى جمعيات الخيول العربية الأصيلة أن شمال غرب سوريا بات معزولا بسبب الحرب داعية منظمات مثل المنظمة العالمية للجواد العربية إلى دعم مربي الخيول السوريين نطلب من منظمة اللواهو أن تسجل هذه الخيول وأن يكون لها دور إيجابي والخيل لها رمزية بالنسبة لنا الشعب السوري وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو ستمائة وخمسين جواد عربي في شمال غرب البلاد ثلثاهم فقط مسجل لدى المنظمة العالمية للجواد العربية التي كانت تقديراتها تشير إلى وجود ثمانية ألاف وخمسمائة جواد عربي في سوريا عام 2011 مشاهدين الكرام السابسة انتهت وإلى العنوين مدبول يترأس اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدفو توريد القمح على رأس الأولويات القوات المسلحة تنفذ عددا من التدريبات المشتركة بالسعودية على وقع استمرار الأزمة الأوكرانية ألمانيا تعلن أن واردات النفط الروسية ستنتهي بحلول نهاية 2022 ختم نشرة ساعد ساعتكم من التلفزيون المصرية شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة